اشتركوا في القناة منشغلين على قبل التعليم عن بعد او التعليم الحضوري في الوقت اللي كانوا الابع فوقفات احتجاجية باش انهم يعني يشوفوا يعني الدخول المدراسي والاجباري الدخول المدراسي وكيفاش هذي المر هذي السنة هذي واش هذي الوليدات يقرأوا بعد سنة يعني لان تعليم عن البعد يعني ما تتلقاوا شي دروس مزيانة هذي الام عايشة واحد المحنة واحد الازمة نفسي حادة بعد ما كانت تعرض لابن ديالها هذي ربعات السنوات للاغتصاب من طرف مجموعة ديال يعني التلاميذ اخرين اللي كانت كبر من عليه في العمر ما بين 13 و 14 سنة اليوم في هذي السنة هذي البنت ديالها اللي عندها 6 سنين يعني تتمر من نفس يعني التجربة او نقوله من نفس الضغط بعد ما تهيط تتعرض تهيالاغتصاب من طرف تلاميذ في المؤسسة هنا تطرح مجموعة ديال التساؤلات فين هو الضور ديال المؤسسة التعليمية فين هو الضور ديال الاساتداء فين هو الضور ديال الحراس ديال ندرسها فين هو الضور ديال نيابة التعليم فينه باش نربيو هذي الاجيال ونخلقوه منه يعني الرجال او نساء المستقبل نخليو الام تحكي على لسانها اولا كيفاش يعني تم دوزات لازمة ديال ابن ديالها بعد ما تعرض لاغتصاب يعني ربعات السنوات هذي واليوم في هذه السنة هذه يعني وحنا في زمن كورونا الإبنة ديالها نفس المشكلة تتعيش معها للا يعني ابنك تعودينها كيفاش عشتي هذه المشكلة مع الإبنة ديالك يعني ربع سنين هذه فضلك يا سيديانة هي الأم ديال هاد التفلين أو التلميذين يمكن نقول لمن كوبين للأسف كان عيشوا معهم وضعية نفسانية ومزرية جدا لدرجة أنني دابا حطهم بجوش الدار ما بقيتش عندي استطاعة أو لا القدرة باش أنني ندي ولدات المدارس ديالهم المشكلة الأول كنت عانيتو أو لا عشتو مع الإبن ديالي اللي كان تعرض لهاتك عرض من طرف أربع ديال التلاميذ على مستوى مؤسسة في مراكش لدائي لديك اسمها رانو كنت دوزت مع الأخ أديب سليكي رعرف القصة كاملة دو أجلس كزيت المهم كنا لتجئنا للقضاء كانوا في الأول داروا لك الكلاسمة أو للأخشفاج دياله دوسي ما طلعت عند سيد وكيل جلالة الملك الله يجزي بخير في محكمة الاستينة في مراكش اللي كان وقف معايا وهذاك سيد عموني منسى الخير دياله بصراحة ما حتشي واحد ما كان قذرني مشيت لنيابة دخلت عند النائب اللي كان مدير ما خدش لي حقي تصلت برئيس جمعية لآباء ما تصوق لي تشي حد جريت ما ما خليش فين جريت للأسف ما تصمت لي تشي واحد السيد الوحيد اللي كان اللي كان تآذر معايا وكان عارفني أنني على صواب وأنني متن كدابش وأن كلامي كله هو صحيح وأنني مش شي وحدا لي لي هدفي مادي أو لكان بيع انشري فوليداتي أو لا نصابة أو لا الحمد لله بشهادة شهادة الناس من سلطة وغيرها وأعوان سلطة وغيرهم رأى الناس كي عارفوني وكي عارفوني مزيان الحمد لله بشهادة أهدافها مادية أو لا تخلقها بالبالا أو لا شيء حاجة لا العكس الهدف الأساسي ديالي هو أنني نربي وليداتي في طاعة الله ورسوله وأنني نوصل نوصل رسالتي لهذه الوليدات أو لا نبلغ الرسالة لي ان شاء الله يأخذوا لي مناصب تكون كما كما قسم الله سبحانه وتعالى المهم يأخذوا ناصبهم من التعليم باختصار وبخلاصة يعني كيفاش هذه المرحلة يعني قلتي لي الباح بأنه ما زا ما تناسيتيش ما التعرض لي الوليد عندك يالله بديت تتجوز هذه المحنة ولا هذه الأزمة تليومت فاجأتي بأن تبنتك تتوقع في نفس المشكلة اللي توقع عليه يعني بدلت شكوك بدلت مجموعة أشدرت أنا يا أشهد الشي اللي توقع لولادي أشن هو السبب شكونا مواد الناس المستهد فيني صراحة أخويا في الفين وسبعتاش مني تعرض الوليد لهذه العرض دياله اتطريت أنني نرحل من هذك الساكن اتطريت تشتتات لي الأسرة ديالي الزوج ديالي طلقت منه مؤخرا في الفين وعشرين في شهر ثلاثة بالضبط والوقت اللي كان يبدأ لكم فينمو اتطرحوا عندنا مشاكل عدة لأنني أنا جيت للدار هنا ديال وليدية ورافض أنني نسكن أنا مع وليدية أنا هربت لوليد من هذك المأساة المهم عشنا ظروف نفسانية واجتماعية جد قاهرة ما نخبش عليكم مني كان دخل بنيتا السنة اللي مضات المستوى الأول الدراسي كان لقى نفس المشكل يا أخي هو المؤسسة كانت مؤسسة عمومية اعتدوا علاج جد الوليدات واحد في نفس المستوى ديال هالمستوى الأول ابتدائي والآخر قتليه في المستوى الرابع ابتدائي يعني نفس الشكل اللي كانوا يديروا ليه مع الوليد نفس النهج ديال الترهيب والتخويف ديال اللي ارا غادي نهزع ليك الموس ارا غا نقتلو ليك ماماك غا نقتلو ليك باباك يعني نفس الهضراء اللي كان يحكي ليه الإبن ديالي والبنيتا كان صغيرا عمي نونس كيف ماتت فيها مش ديك تسعاته بزاف دحويجات نفس الهضراء يعني تتعرض للتهديد كتتعرض لإبن ديك تتعرض نفس نفس يعني نفس اسميته يعني تم هزين موس في ديوم بالتهديد باش أنا ماشي اللولين دوك الربع اللولين هادوك ضربوه ضربوه بسكين عدة مرات تقريبا ثلاثة عمي كان يبغيش يمشي معهم الطوالت وكي يجره هادشي را قالوا السيد قاضي تحقيق وقالوا السيد ووكيل العام وراسردوه على السادة القوضات اللي كانو خيدي الميل في جوجد القوضات في محكمة ديالستينف البنيتة ماشي كيه الزلع الموس ولكن تهددوها تهديد مجرد تهديد الوليد ايه الزلع الموس ضربوه ضربوه فرجليه خيطنا ليهقاع واحد المرة اه ما قلش ليناش نوه كان الوليد كان يخبي البنيتة للعكس ديالو البنيتة كتحكي ليهدك شي بحدافري واضافرين كتقول ليه ماما راه فاش كنت نازلها مثلا تخنسبوغ راه خلاتني الاستادة معا ديالتخنسبوغ وره قلت ليه مثلا هاني راجعة نمشي نجيب الوليدات الخرين كيوقع ديالوقيت الاعتداء قلت ليه كيفاش قلت ليه ماما كيسلت ليه سروالي حاشا كوم وحاشا الناس اللي كيسمعوني كاملين راه كيسلت ليه ماما سروالي وراتي يقول ليه اللي قلت ياه الماما او اللي قلت ياه الشيحد هذا تلميد معها هذا تلميد معها وديما ديما نقول لكم الاخوان ديالي ديما في كل مؤسسة كيكونوا جوج كيعتادوا ليه على الابنة ديالي كيكون واحد في الفصل الدراسي معها في نفس المستوى وكيكون مواحد كيكبر منها بعامين اولاة السنين في كل مؤسسة هذي هذي بالنسبة لي ملاحظة ديالي انا الملاحظة للاحظة انا نعم للا بنسولك يعني وش هاتش ما حاولتش أنا كي تفتحي مع المؤسسة التعليمي اللي فابنتك قبل يعني قبل من ولدك بطبيعة الحال بعد ما جرى لي جرى لولدك انش ما حاولتش تفتحي مع المؤسسة التعليمية ديقول لها الاساتيدة ديقول لها الحريس العام ديقول لها المدينة المؤسسة تخبرين بعض الأمور اللي تتجرى باش انهم يتدخلوا يديروا يعني يعني يراقبوا اخي 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 اشغل اقول لك انا نحكي لك بتفصيل المؤسسة الاولى كانت من دراسة عمومية كانت قريبة هنا في المدينة في مراكش مراكش المدينة ويملا داعي لذكر اسماء المدارس للاسف الله ياخد الحق الله ياخد الحق هاد الشي ليكي مشيت عند المديرة وقلت لها الله يسترعليك هانتي تصنطل هاد البنيتة اشنو غاتحكي لك هادي اول مديرة عدرت معا عيطت المعلمات تصنطل البنيتة وبالتكسلوا قالوا يا هاد شي ما عندناش في المؤسسة ناضولية هاد شي ما عندناش وهاد شي ما يمكن شو احنا و احنا قلت لهم احنا يارى ما عايشش في المدينة الفاضلة لان الوليدات ما عندو مش لاقل الوليدات را 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 مصيبك حلا يمكن الوليدان ما مرمي اشي يمكن ان شفوا دك شيء امكان قوتل انت غناه الله يرحم لكم الوليدين ديروا معاد البنيتة اشي حل مدانوا معي التشيح لأخويا بالعكس صفتوا لي موت واحد فيهم جات هرست علي هنا يدار وما قدرتش نحليها الله أكبر ما قدرتش نحليها الدار ما قدرتش لأنا وانا مشي من دوك المستويات أنا واحد سيدة درويشة دخل صقرصي ما كانت خاصة ما كانت دابز ما تشي حاجة الحمد لله عشنا طفولتنا زوينة شببنا زوينة زوجنا دخلنا صقرصنا طلقت قاعد خلص صقرصي مقابل وليداتي وسلم عنكم نعم نشوف لك ما تشيك شي غريب قبل أربع سنين والدك تتعرض لنفس اللي تتعرض لأبنتك دابا يعني ما تشيك شي غريب واش نشك في شي وحدا يعني واش هادش ما قلب لك حياتك سفاء لا لا ما شاي بلك صراحة نادش ما كيبانش لي عادي الاعتداء الاول كان في الاول جاني عادي ولكن اللي وقيتها اللي كنت كانت حاكم مع دوك الناس في المحكامة كان حس بحل شي حد كي يساعد هدوك الناس بطريقة خفية يعني بحل مثلا كندخل شي بيرو اليوم كي هضر معي الموظف يعني بشكل موضوعي وتي تأطر معي مثلا مني كي قولي يرجعي مثلا من دابا ساعتين اولا تلد سوايع اولا جي غضاء اولا تقول لي انت تتكتبين انت ما كين شاد الهضران انت ما هدا من كدبك عشت المأساة تعلموا سوا الادارة عشت المأساة وقلت لك أخيها الوحيد اللي كانت تأذر معي والوحيد اللي صدق صحيحة والوحيد اللي شددك شهادة وفهمها وقراها وفهمها وستوعبها وقلس لي مع الوليد شخصيا وقلسني أنا والوليد والأب جيالو وقلس مع الولد بوحده هو اللي اللي تحاول معي وهو كل مالك هتشوف الحقيقات هي بكيني والله ما يكتبش لكم هل تشوفوا أنه مستقبل جيالو وليدات ضيع للإبنتي ضاع للأسف ضاع للإبن ولا الإبنة لا الإبن ولا الإبنة قلت لها الصباح للطبيب وقلت لها الصباح بعد طمأة لها قال لي طبيبا عندي واحد الخدش على بره حين تقلت لي حاشاكم أخيه قالت لي يرى الوليد الولد أخشافيه الصباح ديالو من القدال عمشيت ذاتي لها الصباح اليوم ذاتي لها الصباح للإبنة لا يوجد ضرار أو شيء حاجة ولكن كان خدش بسيط على مستوى المقدمة ديالو أنا دبا هذا الوليدات لعونية أدل الوليدات يقرون بزيان أدل الوليدات يقرون بزيان وبشهادات الأساتد الذي قرهم لديك العام ولا هدل عام وأنا هذا البني تعيد من حولها من مؤسسة للمؤسسة نحن كانك استهداف نحن نعطي بليات شي معادي شخيه نحن نعطي بليات شي معادي نسولك الأب، الأب دروق أنتين فرقان توايا كيفش جدوا هذه الأمور ما بينكو بين اسميتوا يعني كيفاش تشوف أنه والإبن ديرتي تعرض للاقتصاب والإبن ديره النفس بالدورة يعني كيفاش هو تشوف هذه المسألة هواش نقول لك أخو يا راول جاخدها الصباح للطبيب بمشي أنا يا مني حكيت لي البرح في الليل قلت لها وديرها عودت لي البنيتة وعودت لي كولا كي يدي ويديها وكي يجيبها ما بقيناش ديري لا تخون سبوغ لأننا عودنا الزيناء من مدرسة وحتنا في مدرسة زعمة خاصة على أساس أنها تتقابل مزيان وأنها زعمة يعتنى بها ومشيت عندك الناس وحكيت ليهم المشكل وقلت ليهم ما ودي أنا رأى هذاك الاعتداء النفسي هذاك الاعتداء الجنسي رأى نفساني ينقطر على هذه البنية الله يخليكم ديروا معي المستحيل عودوا ديروا معي شي حاجة لي ما عرفت شنو مثلا خرجواها لي بخمسة دقيق قبل مثلا طوالة ما تخلي واش تمشي لطوالة بزاف اللي حويش البارح حكت لي البنية قلت ليها علش مشي تلطوالة حتى يلقاك وضربتها ضربتها من كدبش عليك ضربتها عصيتها مزيان قلت لها ما تخلي الجسد ديالك ملك ديالك وما تخليش اللي يقسك وحنا فاشكنا صغار ما عمرش واحد اعتاد علينا وما عمرنا خلينا شي واحد يعتاد علينا والحمد لله احنا كبار وما كان عطاولت شي واحد لفرصة باش يعتاد علينا نهائيا كيف تشوف حياتك وحياتك وحياتك الوليدات لانت تشوفي ادرك ما يقدرش مجو اقيد تسفتهم دراسة مباقش انه يستمروا في التعليم دياله يعني اشن هو المستقبل كيف تشوفي انت المستقبل اخي اشغان قولك مستقبل ديالات الوليدات انا بالنسبة لي ضاع لانه هاد الشي ما عاديش بالنسبة لي اتي بل يا شي حد شي حد بيضمر لي حياتي وهو نجح واستطع انه يضمرها انا وليداتي دا برا مقلسان في الدار وما يمكنش لي انا باقي انت جاوم لشي مؤسسة لانه صافي انا 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 مرض نفسانيا قبل ما يمرض اولادي انا انا اتعرضت لمشكله الاول وقلت ماشي مشكله وعانيت وبكيت وطلبت ورغبت حتى اخذت الحق ديالي مع انه ما اخذت التشي حق انا بالنسبة لي ما اخذتش الحق الولاد اللولين اولاد اللولين اولاد اللولين ربعة احكم اليوم القاضي بجوجي يلي مليون تعويض كلهم هما بربعة يعني خمسالف درامي الواحد وحكم اليوم ودانهم در ليوم اليدانة في الودوسي يعني دك شي راه راه صحيح يعني حكم القاضي راه صحيح وبالي انه دك شي صحيح وماشي كدوب وماشي تش حاجة لانه عندي شوايط تثبيت ذلك ورا باقي المشكل ما مطروح لحد الان راكين اللي في السيغانال يعني شي امور واضحة بعيناي لادرت لكزامة ميديكال واش حاجة رغط القلي في السيغانال ميكان كدوبوش ميديكال